ترجمة نانسي قنقر 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 لو كتبقى دائما مستوكيا بالمماعن ما تتعجبنيش أنا أخذيت هذه باركة علية وحطتها مجنبة يجبتها بذلكوان هذا مجنبة أعلشها لبنات لأنه عندي طباص الكبار إلا حطتها نيشان مع الحيط ما تتبغيش ما تبغيش يعني الطباص المتيرساوش لك ما تتبغيش لسباص فين غتتحطيهم فحطتها كمجنبة وليس كتبصت طباص الكبار يعني ما عنديش مشكل وبالنسبة لها تشبكة لبنات وليس كنت عنديش بكة في البيض هنخلي لكم صورة صدات لي إعلاش لأن ذاك المادة التي يغلفوا بها من الفوق ما غلفوش حتاجها الغلاف على الغلاف خلوا واحد الفجوة إلا رقيتوها ما مفي نياش في الغلاف بلا ما تاخدوها خاصكم تلقوا بأن ذاك الغلاف تغطاها كامل ما بقتاش بلاسة كتبان لكم مارون ولا شي فجوة إلا بقت ذاك الفجوة رحكي تتصرب الماء وكيخلي ذاك الغشاء يتقشر والما كيدخل داخل والحديد كي يصدي المهم حاولوا تفير فيوها مزيان قبل ما اتاخدوها باش اتصبر ليكم أنا دبرات الحمد لله وصح بتيرى عندها خمس سنين ما صداتش لها نهائيا ولكن حتى هي عندها تبارك الله مفينية هاد البيضة اللي وردتكم في الصور راها ما كانش مفينية كان في وحد شوية المارون وشكيت فيها وبصح نتراها صدات لي وخسرت وصراح هات الشبكة كتهزلي تقل ونافعاني يعني تقول لي ما تخيلوش على بالكم كتهزو تبارك الله بالنسبة لليفيا الناس اللي عارفين كوزينة كيفاش كانت قبل رها بسبب هاد الليفيا صراحة هدا هو السبب دي لها الإصلاح كله لأن المعلم اللي صاب لليفيا اللولاني اللي كان بالفراكة عمرو بزاف بالسيمة لهذا نصيحة الناس اللي بغد دير الليفيا بالفراكة ردوا لبل مع المعلم راتي اللي عمرو بالسيمة بزاف وما دار شي حاجة اللي غادي طاكيه من تحت راملي كيقلبو ورا كيدير ديك الكريشة وديك الكريشة يالي كتخلي لكم الماء ما كيمشيش الليفيا كيرجع لكم اللور هدا هو سبب الإصلاح ديالي كله أنا وكن نصيحة الناس اللي عندهم الطيق كوزينة صغار حاولوا تديروا الليفيا بلا فراكة غير هذا كافي صراحة أنا جربته كنت بغا أزعمحة نجربوه باش نقول لكم صراحة ها كافي ويلا در صغير ديك الطابية اللي قتلكم خديت من إيكيا ها ديك راسك تحل المحل ديال الفراكة وبنسبة للماركة ديال هاد ليفي أسيل مادين توركي ديال توركيا صدق لي حتى هو ما صد ما خسر متاشي حاجة زوين نعني نصحكم أنكم تاخدوا هاد الماركة هادي لأن كان صاحب تيخدت واحد الماركة خرا صدت لها بالنسبة للناس اللي عندهم لسباس وبغين يديروا مثلا هاد ليفي هادا تهوكي جغزال شكل ديالو تيجي راقي كما قلت لكم اللي عنده كوزينة صغيرة كان نصحكم بلا ما تديروا ديك الفراكة نصيحة والناس اللي سولوني في الفيديو ديالكوزينة على هاد العيبة هادير ولا تدير لباشي ستة درهم سيزادوا في هادرهم كنت كان ناخد غير خمسة درهم صراحة زوينة عمالية واتحنا اختي ما غادش نقدروا نديروا ديك الروبينيات الغالين واندي روحنا غير هادي بارك علينا كنحرك هادا انا في المبغيت وهادا طبية الحال راجب شي لشي ولكن الحمد لله هادي ولفتها تخيلوا لبنتي لحيتها كتجيني شي حاجة شي حاجة فشكال نخدم في بروبيني بلا بيها يعني ضروري لدرجة اني شارية وخازنا يعني الاخرين خازناهم بشي لها دي التهرسات ولهادا نستخدم الخرصة راحة صبرات لياها ديها تقريبا من اللي صلحت يعني من قبل رمضان وهي عندي وتبارك الله ها بقى اخذ دعمها بالنسبة لهاد القريعة هادي اخذتها من ايكيا بشي ثمانية دراهم زوينة في عوض ما نخلي ديك التعصة هكا دايما فيها فيها الحلفة وفيها هذا تندير غيها هادي والحلفة تنخليها دائما ناشفة كنبغيها عد كنستخدمها تنديرها في البالكون هنا تنشرها تجيني قريبة كما شوشوا الناس اللي عارفين دايجا الكوزينة عندي باركو هنا كما تشوفو اختكم تموت على مواد تنظيف دائما كان تاستي وكنجرب المواد باش اللي صدقات لي كنشاركها معاكم وواحد البرودوي صدق اللي رائع يعني ما قديش نخلي هتا الفيديو آخر انا وره لكم دابا هو هذا البنات غزال طرحة كنت حقرت وكنت جامعة ما بغاش كاعت استخدموا لي اني جربتوا في واحد صدى قالوا لي كي حيض صدى جربتوا محيل يلا صدى لوالو ولكن هادا المنتي صلاح للدهون يلا كنتو من داك اللي الكوزينة عندكم تتيد دم يعني حيوطا ديلاك يتيد دمو الماعن يكفي انكم ترشوا هاد البرودوي ودوزو غير شيفون كيدوب داك شي كلو غزال عملي جربتوا وصراحة ومن دمتش حين تخديتوا خديتوا من بيم دير 20 درهم وراكي حييدا البنات قد لكم الدهون اللي كتكون متراكمة اما شي طباية وحد اخرى راماتي حييج راني جربتوا ماشي ايفيكاس للطباية الخرى للصدا ودوك الطباية الصعيبة بنسبة لها جيها هادي وهاد البارة اللي قت فيها هاد يتخيك هادو خديتهم هاد ليبو هادو خديتهم من كل ليبو اللي كاشبو خديتهم من ايكيا في البرومو راكي ما قد لكم ديما تندخل تلقى البرومو تنمشي ناخد ما تلقاش برومو ما تنمشيش ناخد بالنسبة لهنا هاد اللي اختيس دي اللي تنمعسو بها بطاطا سردو بيوغي وهدي دي السباكيتي هادو كنت خديتهم من مرجان ب12 درهم الوحدة تخيلوا من بعد شهر ونصر مع شهرين كالرجع المرجان كالقاهم بشي كده و60 درهم عصراني تصدمت والله العظيم ذاك شي عش من كيكونوا تخفيضات غير خدو ما ترددوش وهنا البناس كنصور لي كوم النمل ما عارش واش تنتمو ما عارش واش منكم اللي عندو النمل في الدار انا من 2012 وانا ساكنا في الدار هاديرا مع مرين النمل ما دخول الدار عصر ما لقيتش شي طريقة كيفاش غدي ندير نتخلص منه صراحة بقي ما بحطش على الطرق الى كنتو كتعرفوش طريقة خليوها لي في الكومنتر لا يجازيكم باخير وانا بحط ولقيتش طريقة لانا دارور غنبارتاجها معاكم صراحة ما كان ما كان بغيش نقتلو حديتا ندير دوكلي بخودوي بحل جافي حتى هو ما كيبغيش هادير رويح المجهدات دي المواطن نضيف هاي اللي كتنفعني شوية وخاكي تنقص ولكن تيبقى تايدور في الكوزينة وبنسبة للساعة راني بدلتها اه إلا شفتوا الساعة اللي كانت عندي قبل كانوا فيها الفواكه هدي جبتها من ايكيا وصارحة البنات اخذيتها بحال ليوما بتعدوا سبعين درهم قلست تقريبا في ديك السيمانة تقريبا ما كملتش ديك السيمانة كان دخول السيت كلقاها نقصو فيها خمسين في المية ولا اكتر كان ضن مهين تضمت في التامان يعني نقصو بزاف فيها لهذا كان نقول لكم دائما قلبوا السيت عاد سيروا تاخدو ودائما تنو لبخومو تنو اللي بخومو عد سيروا تقضى والناس اللي بطبيعة الحال بيجي ديالها علاقة الحال بحالي الحمد لله وشكره لله على كل حال بالنسبة لها الجيها البنات درت هاد لازي تاجاغ هادو درت هاد لازي تاجاغ درت عليها القراءات ديال ايكيا باش توفوني عزيزة دياليا ايكيا ليتيكي باقي ملسقين في القراءة وخاص لتهم المهم دوك القراءة اخذتهم بخمسة وعشرين درهم الوحدة بالنسبة لها البلاسة هادي هاد السيبور هادي زوينة نفعتني سيغطو فرمدان كانحتاجو هاد هاد الفيلم المونتر بابي اليمينيوم بابي كوزين هاد شي كانحتاجوه بزا فرمدان نفعتني كتجيها كقريبة ليا اخذتها من باشا ماركت بالنسبة للناس اللي في كازا اه ما الله ما عقدت 60 درهم 80 درهم بقيتش عقلي على الثمان بالضبط انا اخذتها وبزف دي الحويجات المهمة عملية بالنسبة لهنا يا البنات هاد اللي تاجر حتى هي باشتعرفوني من عشاق القهوة هاد ليتاس والبرقان هاد شي كل البنات را كنستخدمو ماشي ما كنستخدموش يعني ماشي حطها غير زواق ما عاد ديك القريعات دي الزيت خلاص هاد يخلي يا هما تنقيصهم شو موحل واشي تحلو بالنسبة لهاد السربيس هاد دي القهوة ودي هاد خذتو بشي 120 درهم لستادي الطبيصلات بستادي الليتاس وهذاك البريق احته هوا خذتهم من البرنوسي من واحد المحل بالنسبة لهاد لذي تاجر هادو خذتهم من ايكيا حتى هما من اف خذي جوغ البنات صراحة اجلت لكم انا كيكونوا الهوتة هاداك الوف خذي جوغ بعدما تكتخذي بشي تمان يعني بذيك الحاجة غات نفعك كتخذي بتامان اللي هو رخيص بزاف حل هاد اللي تاجر هاد بقى مزيانة صحيحة ديفولي فيها هو انهم كانوا ملصقين فيها واحد تيكي بالنسبة لهاد اللي سيبوغ هادو اللي ملصق بيهم في جناب صح العمل إلا بغيتولي سيبوغ صحح خدوا هاد اللي سيبوغ هادو زوينين وخاشي شوية زايدين في التامان بالنسبة لهاد اللي تاجر هادي كما قلت لكم التامان ديها كان 145 درهم كانت مني يكون واضح لكم واخدينها غيب 37 درهم علاش غير لو بديت هاد هاد تيكي هاد هاد تيكي لحيدوها غت تباليهم عايبة صح وانا تشو واحد ما غادي هباط ويطلية من تحت التاجيرة باش يشوف لي تيكي واش ملصق ولم ملصق انت كتبان زوين المنظر ديها هازوين وانت نقص عليا شوية الفلوس يعني من 145 درهم حتى 73 درهم إلا جي تقول لحاجة نقصي منها بحال هك ركت تستفدي من حواج وحد اخر ركت من حواج تستخدم لحاجة مشكلة طحية وانت السيبورات هاد السيبورات صحاح كي هزو تقول وزوينين صافي هاد ودفو علش باعوها تقريبا كانت ميتين درهم خدين ها بمية درهم نقص فيها خمسين في المياه وصحيح حين وزوينين عنا محافظة عليهم بالنظافة دي من كن سحم البرود بالنسبة للناس اللي بغا تقضي بحالي أنا يعني وقد بغيت توفر شوية الفلوس بالنسبة لها تجيها درس فيها الكونجيلاتور درس فيها هاديك هاد البوطة دي الخبز كنت خديتها من الملبر نصيب ميت درهم ثمان على مأضون وهنا حتى حدها هاد شبكة دي السرابت السرابت اللي كنت يوميا هاد شبكة غز قولوا لي من شريتها ولاش في حزارة ماش شريتها هي كانت عندي في الكوكوتات دي البيم داب ندري لكم فيديو على هاد الكوكوتات هما معلومات مفيدة ما بغيتش نضيع حاجب من الشكل دي لها ودرت فيها سري بتات هنا فقط اللاجران خويتها خليت غير هاد البريس في الكوزينة وهنا هاد الاضافة اللي ضفت كيف ما كتشوف هزال تبارك الله هنا مكان لازواق لولو حطت لكم داك ش كيف ما هو يعني بكل صراحة هنا لابنت هاد العيبة اللي حط فيها التباصل وهاد المقال هنشارك خلي لكم فيديو قصير كيف كترك كبر اخذتها من ايكيا غزال وعاملية ولتحت هنا عندي شوف تبارك الله رايك هزال البلصة هذي كنت حقراها هزال هاد شي كل دي سميدة القيم حط حين وش العيبة هكا بحل كوكوت وهات شي اللي كان حتاج لي جين قريب ليا أنا لما نطلع الفوق قعد نجبدو بحل كوكوت نستخدم هات قريبا مش بزاف إن شاء الله دابا نبرتاجي معاكم لداخل كيفاش دي لأني ما منطماش صراحة لم يعنس مزيان لداخل هنا غتشوف واحد العيبة بحل منفوخة إلا شفتوها كأنفس معاكم هاد الباب هاد الدفا هادي سبابي هو هاد البولا هادي هي سبابي صراحة بقي ما بدلتش البولا عندي واحد لال سبوت غير ما بدلش الفينيسيون نصقف باش نشوف كيفاش غل تصقها واش بالخشب واش بالقبص واش ولا يلا بقي ما بقي حيرة سبابي هو هاد البولا كانت شاعلة واحد المدة طويلة وحليس الدفا كان نقلب على شي حاجة وخليس هلا سقع البولا حتى وقع لدي المشكل لأن هاد البيض راه ماشي البيض المصطلح صحيح كنظل الفورميكا ما تستحمل الحرارة هادك الشي علاش أنا من اللي نسيت وان اللي يدك الدفو ولمعلم دي الاليميني ملاجز باخر قال لي وقت صيبتي البولا عيط للي نبدلك هادك الدفا نصيب هالك واحدة جديدة وهنا البنات الشكل دي هاد اللي بواني هادو انتغري كان محمقني ولكن وقعت لي مصيبة معهم حكيتي مع هاد البواني ما تنسش للي انا وحدة السيمانة دي العاصب هاد الجواني بلبنات كانوا ماضيا كيف موريتكم في الفوق الفوق ما في نيتهمش خليتهم لاني ما من دير نجي النفوال كانوا ماضيا قطعوا لي جوج دي البيجامات من اعز البيجامات اللي عندي بني قندوز هكا البالكون ولا تيكون هكا دفا محلول وكندوز مهم جوج دي البيجامات اللي قطعوا لي لان من كتكن تفرج في اليوتيوب في الفيديو هات دي البواني انتك غير زوينين واعرين وفعلا راح عمليين حسن من دو البواني اللي تيكون هكا تحت كي صعب عليك النيتوايج تنضيف صعب عليك هادو غير كتنسحي كتنسحها سهل في النيتوايج ولكن هادو ودي فودي لهم من اللي صنيت المعلم قال لي مش مشكل غان نخلي لكم مقطع دي اللهم اللي كان تنقش مع هذا الموضوع قال لك مش مشكل نجرب لهم الحل لما كان لحل رغان نبدل لهم لك لأن هذا هذا يجب هذا لهم يجب لا يجب لهم لا يجب 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 لهم يجب يجب نعم هنا كيف أخليت لكم حيث انسان طيب كي يتعامل كي يتعامل تبارك الله عليه قال يعني حتى نبردهم يعني هذا هو الحل هو أن يتبردوا إلا ما عجب وكش ديك ساعات نبدلهم من ديلك البوانيات والشخص اللي تفرش فيه في اليوتيوب واللي صراحة ما قالش هاد النقطة هاد كيف كيف يقل لكم معلومات حصرية صفت لكم المشكل اللي وقع ليا بسبب هاد البوانيات انتيغ ما قالش لنا هاد النقطة قال يلا را قولي المعلم يبردهم لك بالليمة والليمة هي واحد الآدات هان هي نسبة برد دابة انا وريتها لكم كي بردو بها الالمينيوم وصراحة المعلم بردهم بها اللي واحد الآخر وعجبات نتيجة جاو صراحة مفينيين ما بقوش كي يشدو تشي حاجة وكان هو تيبريكو ليلي في الدوش وشديت انا ذاك المبرد هاد اللي ما هادي وبقيت كان برد احتق ديت لهم الشكل وللو صاف عاجبين ما بقيت شبغيت نبت لهم وفعلا صراحة البنات والله يتعاملي بالنسبة للي كي تكون عندها يعني المسيح بزاف وهذا عملين حسن من البواني لان انا شفت بلاك لات بالبواني صراحة ما عملين شف المسيح سيبقوا دائما لغس كي تلمعي وبعض المرات كي يبقوا شي بلاي ساك في جهة البواني تيبقوا تيبقوا مضببين هاد علش ما بغيتهم مش انا وهنا هاد العيبة هاد بوبال صغيرة أعزكم الله زوينة نفعتني عملية خديثها ب15 درهم من البرنوثي وهنا البنات هاد اللي تيغواغ لهاد المجورة هاد صراحة بصعوب بقى كيف كيف لي هاد العبار لان كان شهوتي في هاد المجورة لان الليفي كان معن كش والحس العبار كان صغير مويمة بنا سيكون وريكم هاد درهم خديثها من ايكيا غزالة عملية فنة وهدي اللي كان نقوم بها الخضراحة هي اقتصادية ما كتضيعش لك القشرة رقيقة من الفوق مويمة بنت علاقة بالحال دي هالم مواس دي الحد د مع دي شي اللي نستخدم يوميا يعني ما حط هن شي حاجة دي الضياف ودك شر مجموع هاد شي دي تقنية الهيدروليك يعني وخا ك تدفعي المجر كي بقى حتى الاخضر وما كي مشغل بشوية مويمة هاد تيغواغ تاوا في الكيسان مويم الكاس ودعم الكاس راكم عارفين كيتهرس لي شوية ويبق لي شوية مويمة يتهرس كامل عضغن الباكية واحد اخر را دي جا عندي مويمة هاد وراك نغسلها ونحطها ويبان لي فيها تاني هكي تكون لي شوية صدا ونحك عوض رد ويكون ليدك صدا مويم مويمة وفي زفاغ وهنا البنات بالنسبة لها البلاسة هاد الخطأ اللي درت وخا انا في الاخر صافي تقبلت الامر هو ان انا ما شركت هاد جوية دفات حدا بعدياتهم بواحد البار را تكون الوسط كيتحل لك الدفا كلها يعني كيبقى لك فين تقلبي وتجب دي الحاجة وخا عندي هاد لي صغير يلا هز لي هاد البلاستيك وهاد شعني كي قال لي المعلم بلما تضيع ذاك ذاك سوار زيد الماز زيد كي كي تزيدي الفلوس كال اللهم هاد كان جات في الكوان را كان نحيد كل شي عاد كان جبدو البوطة فقال لي لا ما تبقوش تدي لك قان دي لكم واحد الاكسوسوار كات تحطو البوطة كات هز تقل دي البوطة كات صبر تبقو جبدو البوطة حتى لعندكم ركبوها وعودوا رضوها يعني عملية وفعلا عملية هاد لبنت توصلكم حتى شوية سخونية هاد كش علاش بغيت نحطكم امام الصورة باش تكونوا عارفين اني بغيتوا تاخدهم ولا لقيتهم تكونوا عارفين باللي تهز اللاطة تحطيها مباشرة يعني ما تبقى يش دا دي اللاطة سخونية تتوصلك ونتمنى البنات يكون البابي اديزيف جاكم في المنظر زوين مع بزاف وكان اعتادر على المنظر للعطرية القراءات للعطرية ذاك شي يعني كيف ما هو رمز وقت ما تش حاجة ما تقول شي حاجة واو يعني ذاك شي علاقة تلح القراءة دي الملحر خاوية خطني نعمرها المهم هدي عملية وزوين والانوكس دي لها ما تيصدي موالو ودير لكم حتى البلايس تعلي وإلا بغيتو الشبكة تعلي وها بغيتو تهبطوها بالنسبة هات انتم ما شوفوا هاد البلايس هاد إلا كانت قريعة كبار ولي هدا تهبطو طلعو حسب العبار اللي عندكم وبالنسبة لها العيبة هدي رات تقريبا شي 400 درهم مواقع لكن شي 400 درهم بجابها لي كان جاب لي واحدة واعرة 600 درهم فيها ثلاثة ديال زيتاج ولكن مليجا بها ما جات شعبار مع هاد البلاسة ومشا مسكين ثاني حتى المحل بتلها وجاب لي هادي وركبها لي يعني خلا كل شي هنا مات غيال ديال وكل وانا حتاج ركبها لي وهنا البنات هادي ديال تومة هادي صراحة غير واحد لكادو ديال تومة وصافي وعندي ديال سباس لداخل للبنات عين ديال سباس لداخل وخا كينا هادي هزا ديال العطرية كيما تشوف اختيكم مرة سمن ما يختار سمن ودائما دك شدي الأعشاب هن لداخل عين دي صراحة تبرك لها البلاسة حتى زعتر الحمض مسير شاب لغ سمن عوساني بإمكاني نحط بزاف ديال الحوية اجتما في الأرض وعد هادي من فوق ديال العطرية وجاتني عملية قريبة للبلاك وهنا البنات بالنسبة لها البلاسة دي رفع الفران هو صراحة كان قال لي نخلي هلك غير باين نجي هكا نقطع لك الفلوس تقريبا نقطع لي 355 درام أنا قلت له لا هد الفران ما عندي ما زوينش ما يستهلش أنا نبيينو حتى إن شاء الله إلا درشي فران زوين وذيك ساعات قال لي نحيد لك دوك الدفات وندرهم لك فبلاسة خورا ومخلي ذاك الانكاستخي ويمقال لي أي موديفكاس يقدرها عيطالي نموديفيل كأي حاجة بغيزيها ذاك شي باش صراحة معمرني ما غنبتل هد الإنسان يعني إن شاء الله إلا تطول لها العمر هنا بنسبة بنسبة هد الفران هذا هد الخشبة هذي أنا لزيتها كانت عندي ديجة ما بغيتش اللوحة وقلت أنا نحط فوق منها اللاطة وذك اللاطات وذك شي كان نحتاج للفران كله كان عندي هنا واخ وحد اللاطة عندي هنا ذاك زالي الحرب ولكن تبارك الله كتنفع يعني كان حط في ذاك البابي كويسون كتنفعني هنا ترح ما ما سح هد شي مزيان يعني غير قبل عليا وصورت لكم ذاك شي لأن طول صراحة في الفيديو دائما البنات في الخاص يقول لي صف تلنا الفيديو ديال الكوزينة وصفي هنا يحط هد الخشبة هدية لبنات علاش ديالي وهنا هد الزجرة هي اللي سنحط باش رنديجة بارتاجيتها معاكم والقصرية ديال لعجينة سنحط في البالكون صراحة غير ما عصي علاش جبتها هد المرة هنا باش ما تغبرش لي قلت ارى نحط هن لبنات عندي لسباس في نحط وهد الشي ديالي بالنسبة لخطاء البنات قدرت انا لان باش كان كيركبلي المعلم ديال الرخام الرخام قلت لو ما تخرج هش لي بزاف بحكم ان لسباس ما عندي ش في الكوزين عندي المساحة صغيرة وكنت كان حماق البنات على الشين هاد الخشب اللي حتت لكم في الصورة واللي كنت بغان دير انا وسبابي هو هد ديفو هاد اللي درس في الرخام بدك المال اللي ينزل اللي يسم هاد ديال نصيحة خرجوا ديروا دك الشابو ورا كيسميوه الشابو في مال الرخام كتخرجوا 1-4 سنتيم و 5 بش هكا كي يلق على البلاكارات اللي دير مل تحت ما تضيعوش لك مهم ده برا هتي بدي تقطر الماء ونمساح دك دك الاليمين عمالي بالنسبة للناس اللي كيكون عندها هكا ما كي تقطر وهذا بحالي أنا دابا اما يرى كانت شهوتي في الشين هنا البنات مغلفة الكوزينة عندي بالموكت وخاول دير اخوال شو ديال آتي هنا ولكن ان شاء الله راعدين بدلو ورادا يجا غلفت الكوزينة اللي كان عندي في هدي فويات غلفت بجير فليكس بلا موكت صراحة جي المنظر ديالها غزال بدك الجير فليكس جي اصغ تشي مع الاليمينيوم ولكن صراحة احنا ما كنبسوش صناد لف الدار ما كندخلو مش نهائيا للدار هدك الشي علاش غلفت بالموكت باش هكا نمشو مرتاحين فوسط الدار عندي الدار كلها مغلفة بالموكت الحمد لله بالنسبة الاخوات اللي كيسولوني على الماكينة الماكينة راها اه مغش الخدامة الحمد لله كتخرج الحويج من دك الشي كتنشف ما عنديش مشكل إلا الماكت اللي ثلاثة المرات باقي ما طحتش على الحيلة اللي غنقدر نوفر بها هد ثلاثة ديال المرات يعني نشل اللي غيجو جمرات بركة باقي ما طحت فيها ان شاء الله مني غدي نطح على اللاستيوس غدي نشارك معكم ونسيت البنات ما قلت لكم الشتمان ديال الاليمينيوم تقام عليها الاليمينيوم ديال كوزين زائد الطبلة اللي كتطوى بتمنى لفترهم اللي هي مية وستين الفريال كنتمنى البنات هاد الفيديو لا سواء في الجزء الأول والجزء الثاني تكونوا استفتوا من هاد المعلومات كلها والأخطاء اللي درتها تفادوا هاد حولوا ما أمكن أنكم تكونوا خططين زيان لإصلاح ديالكم والله يلاقيكم مع معلمية كتخدم بطامير وكتخاف الله سبحانه وتعالى وتراعي لذلك الناس مساكن اللي كتجمع الريال على الريال باش تصلح وتشوفوا حد نتيجة زوينة وتهد المعلمية يخدموا ويحطوا ديك الصورة اللي كتوقعوها هاد وما سخي تشبيكم وغقين اللي غادي يقولوا ركا تهضر بزاف ولكن أقسموا بالله البنات إلا كان بارتاجيها معكم هذه شبهة كان بارتاجيها مع أخواتي كيعجبني الحال وكان فرحم اللي كان نشارك معكم هاد المعلومات وهاد التجارب ديالي والأخطاء اللي تنديرها تنبغي شاركة معكم باش ما تديروها شح تنتوما إذن وصلت نهاية الفيديو ما سخي تشبيكم إلا لقيتوا بأن الفيديو هاد يستهلوا لايك فنزلوا داب ديروا لي لايك وإلا كانت القناة كتستهل اشتراك نزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس كين الجديد إن شاء الله والمفيد إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله